ولكن بمناسبة بقى مباريات القمة والأخطاء اللي فيها وكان حتتغير بحكام مصريين أو حكام غير مصريين والمجاملات اللي تقال عليها تعالوا نسمع فيديو لكابتر ريد عبد العال هل فعلا الزمالك طول الوقت مظلوم تحكمياً والأهل بيجامل تحكمياً ولا الوضع كان إيه؟ نطلع ونشوف الفيديو مين الحكام بيخاف منه؟ الأهل طبعاً والزمالك والله والزمالك فيه فترة كده كان فيه حكام لا داعي لإسمه وأحنا في الزمالك وكان زمالك كان يجي زعقلك مثلاً وتنرفز عليك وقولك أقف الثمنتاشر يعمل نفسه أنه يتخاني معاك وكلام ده ولو كلمتت أنا أطلع لك إنظار قل تعالى أقف أقف تقف يقولك خش الثمنتاشر ورمي نفسك يعني أقف ورمي نفسك ماهو ده برضو جزء من حسن النية اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفيديو اللي فات غالباً أعتقد فيه حاجة كمان لازم نلاحظها إن كابتن جمال عبد الحميد وكابتن رضا عبد العال تزملوا في نادي الزمالك في الست سنين يعني الله أعلم اللي كان بيقع كابتن رضا عبد العال ولا كابتن جمال عبد الحميد ولا كابات كتير طلعوا وتكلموا بصوتهم وقالوا إن احنا كان أيضاً حتى في المبارات الأفريقية بناخد رقالات جزاء غير مستحقة والفيديوهات كل اللي ناش شافتها وتكلمت عليها ده حتى هنا خارج أهلي وزمالك وخارج أي حاجة التاريخ موسط كويس قوي مين اللي يقدر يتكلم عن التحكيم